بمناسبة اليوم العالمي للشباب أقامت شبكة تثقيف الأقران وصندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية بعنوان النهضة بالتعليم وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية والذي هدف إلى مناقشة سياسات وطرق التعليم في المنطقة والخروج بتوصيات لتحسين نوعية التعليم في الأردن عم تحكي الفعالية أكثر عن دور الشباب وعن التعليم وكيف تطور التعليم وكيف كان فيه برامج نفذوها واي بير ومؤسسات المجتمع المحلي للرقيب الشباب وإن شاء الله نحن نطمح أن يكون فيه تعاون أكثر ما بين هذه المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأهم مشاركة الشباب كعضو رئيسي وليس فرعي في كل شيء يتم وفعليا هذا اللي صار اليوم أكيد مبادرات الشبابية الرائدة في الأردن واللي صندق المتحدة السكان كان سبب في دعمها خاصة مثلا من محكمة مثلا على تحالف السلم البيسان سيكوريتي هذا مبادرة رائعة صندق المتحدة السكان كان له القرار أو المبادرة بالتنسيق طبعا بالعمل مع شركاء وزارة الشباب الرياضة الحكم الأردنية شبكة تستقف الأقران باقي مجتمع المدني من أجل انشاء هذا التحالف وأساسي جدا خلال هذه الفعالية تم عرض عدد من التجارب التعليمية بطرق غير تقليدية والتي تم تطبيقها في الأردن على أرض الواقع بالإضافة إلى نقاش حول دور الشباب بالتعليم في المملكة وعرض مسرح تفاعلي مع الجمهور حول الصحة الإنجابية جاء هذا التجاوب من صندق المتحدة للسكان بأنه فعلا نطلع من عمان ومن المحافظات القريبة للعاصمة إلى الجنوب كان اليوم في الكرك كان الهدف منه له توعية الشباب وطرح قصص نجاح من شبابنا في الكرك وفي الجنوب لأول مرة بظهروا لأول مرة بتم تسليطوا الضوء عليهم من خلال قصص نجاحهم كان الهدف أيضاً اللي هو توصيل رسائل عن الصحة الإنجابية بشكل عام كيف ممكن أنه شبابنا يتحدوا هذا الحاجز من العيب والخوف أنه كيف يستفسروا عن صحتهم الإنجابية بخصوص مشاركتي النهاردة أنا سعيدة جداً جداً أنه تحلي الحظ أن أنا أكون موجودة في الأردن وأحضر الحدث اللطيف جداً والعظيم ده احتفالاً باليوم العالمي للشباب لأنه أنا من الشباب وده من أكتر الأيام اللي بتمسني وبتخصني وأنا مبسوطاً أن أنا كنت موجودة هنا من أكتر الأحداث اللي حبتها اللي حصلت البانيل اللطيفة والمناقشة الجلسة النقاشية اللي كان فيها أربع أشخاص من أروع ما يكون ومن أروع الشباب في الأردن وفي محافظة الكرك اللي بتستضفنا النهاردة يمثل الشباب النسبة الأكبر من المجتمع الأردني ويحاولون جاهدين وضع بصمة واضحة لهم في عملية صناعة القرار والتأثير عليه وهذه الفعالية خير دليل على ذلك نحن من نصنع حق الاختبار اشتركوا في القناة